بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كيمية 233 في هذه المحاضرة سوف ندرس عدد من الأمثلة على قانوني فردي مثال واحد كم ثانية تلزم لترسيب 20 جرام من النحاس من محلول كبريتات النحاس بتيار قدر 15 أمبير لكي يترسب النحاس لا بد أن يختزل وذلك من خلال اكتساب إلكترونين أي أن تتحول أيونات النحاس 2 إلى فلزة النحاس من خلال اكتساب إلكترونين إذن نكتب المعطيات الموجودة Z تساوي 2 وZ هي التغير في شحنة المادة النحاس شحنة تغيرت من موجب 2 إلى صف إذن Z تساوي 2 بينما شدة التيار معطى 15 أمبير I تساوي 15 أمبير الوزن الزري للنحاس 63.54 كتلة النحاس 20 جرام معطى في المسألة بينما ثابت فردي يساوي 96500 كولوم والسؤال هنا في هذا المثال عن الزمن كم ثانية إذن الزمن مجهول تطبيق مباشر في القانون كمية المادة الناتجة أثناء تحليل كهربي تساوي شدة التيار بالأمبير ضرب الزمن بالثانية ضرب الوزن الزري تكسيم التغير في الشحنة ضرب ثابت فردي إذن 20 وهي الكتلة المعطى تساوي 15 وهي شدة التيار ضرب الزمن مجهول ضرب الوزن الزري 63.54 تكسيم التغير في الشحنة 2 تكسيم 96500 وهي ثابت فردي إذن الزمن اللازم لترسيب 20 جرام من النحاس هو 4050 ثانية أحسب كمية الكهرباء Q اللازمة لترسيب 15 من 100 جرام من الخارصين من محلول كبريتات الخارصين كيف نحل هذه المسألة؟ يجب أن تتذكر أن الخطوة الأولى دائما هي كتابة المعادلة وحساب عدد الإلكترونات حساب التغير في الشحنة الزينك يترسب بعد اكتساب آيونات الزينك لإلكترونيين إذن التغير في الشحنة 2 Z تساوي 2 والوزن الزري للخارصين هو 65.37 من 100 ثابت فردي هو 96500 وكتلة الخارصين هي 15 من 100 معطافي السؤال بينما كمية الكهرباء بالطبع تساوي شدة التيار برب الزمن إذن نطبق في نفس القانون تطبيق مباشر كتلة المادة 15 من 100 جرام تساوي شدة التيار ضرب الزمن وهي كمية الكهرباء ضرب الوزن الزري 65.37 من 100 تكسيم 2 ضرب 96500 كولوم وهو ثابت فردي إذن تطبيق مباشر في القانون وتصبح كمية الكهرباء اللازمة لترسيب 15 من 100 جرام من الخارصين هي 442.86 من 100 كولوم بهذا ينتهي هذا الدرس ونواصل شرح مقرر الكيمياء الكهربائية في دروس لاحق ترجمة نانسي قنقر